تواصل ردود الفعل العالمية الإيجابية على دعم تركيا لانضمام السويد إلى الناتو الكريملين انضمام السويد إلى الناتو سيؤثر سلباً على أمن روسيا السويد تطالب تركيا بتسليم مجرمي العصابات السويدية المختبئون في تركيا طالبان توقف انشطات السويد في أفغانستان بسبب واقعة حرق المصحف هذا الفيديو برعاية ليبا برود أجود أنواع الخبز الشرقي في دول الشمال نايل إير شركة طيران المصرية الرائدة كاملة الخدمات أهلا بكم في نشرة أخبار السويد من منصة أكثر تواصلت ردود الفعل العالمية الإيجابية على القرار التركي المؤيد لانضمام السويد للناتو حيث رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالبيان الصادر عن تركيا والسويد وأكد استعداد الولايات المتحدة العمل مع تركيا لتعزيز منظومة الدفاع معها في حين قالت وزيرة الخارجية الألمانية في تغريدة على تويتر أصبحنا جميعا أكثر أمانا تهانينا إلى السويد بينما أكد رئيس الوزراء البريطاني بأنها لحظة تاريخية للناتو وأضاف بأنه يرحب في السويد كعضو في الناتو بينما أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية عن سعادتها بإعلان تركيا عزمها التصديق على بروتوكول انضمام السويد إلى الناتو وقالت بأنها تأمل أن يحدث ذلك بسرعة أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن انضمام السويد إلى الناتو سيكون له أثر سلبي على أمن روسيا وسيكون له عواقب سيئة ووفقا للمتحدث فإن روسيا ستتصرف بنفس الطريقة التي تصرفت بها عندما انضمت فنلندا إلى تحالف العسكري حيث سيتم اتخاذ إجراءات عسكرية مضادة لكن لم يتم تحديد ما هي هذه الإجراءات التي ستتخذها روسيا تجاه السويد وأكد المتحدث باسم الكريملين أنه إذا انضمت أوكرانيا يوما ما إلى الناتو فإنها ستشكل خطرا كبيرا على الوضع الأمني الأوروبي مضيفا أن روسيا تتابع عن كثب قمة الناتو والتي تعقد حاليا في العاصمة الليتوانية في النيوز أكد وزير الخارجية السويدي توبياس بلستروم بأنه يمكن محاكمة مجرمي العصابات السويديين الموجودين في تركيا على الأراضي التركية وذلك على الجرائم التي يرتكبوها في السويد وأضاف بأن شيء المهم بالنسبة إلى الجانب السويدي هو أن أي شخص يرتكب جريمة في السويد وبغض النظر عما إذا كان في السويد أو في أي مكان آخر يجب أن يحاكم وفي سياق متصل نوه وزير الداخلية السابق مورغان يوهانسون بأنه يعتقد بأن السلطات التركية ستسلم السويد مجرمي العصابات الذين يختبئون في تركيا ومن ضمنهم ما يسمى بالثعلب الكردي وأضاف بأنه يجب أن لا تكون تركيا ملاذا للعصابات الإجرامية أكثر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد على حكومة حركة طالبان في أفغانستان بأن جميع أنشطة السويد في البلاد يجب أن تتوقف بعد واقعة حرق المصحف الشريف خارج مسجد السوكولم الكبير والتي وقعت في أول أيام عيد الأضحى الماضي وفي سيق المتصل ذكر ذبيح الله مجاهدا متحدث باسم حكومة طالبان في بيان أنه بعد تدنيس القرآن الكريم والسماح بإهانة المعتقدات الإسلامية أمرت إمارة أفغانستان الإسلامية بوقف جميع أنشطة السويد في أفغانستان ومن المراجح أن يؤثر قرار طالبان على نشاط النجنة السويدية من أجل أفغانستان وهي منظمة سويدية غير حكومية لديها ألف العاملين في مجال الإغاثة في أنحاء البلاد ويعملون في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الريفية ترجمة نانسي قنقر